السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين وبخير يسعد الله وكادكم حباي بقلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله النهاردة معنا توقعات من اول نزول الفيديو لحد تأفيل السنة الشهرين الاخرانيين بإذن الله يا برج السرطان يقدموا لك السعادة وتقفل السنة بالخير وبالرزق وبالتفائل والفرحة لحياتك بالكامل عايزك تصلي على الحبيب عليها افضل الصلاة والسلام وتقطر في الاستغفار وفي الدعاء لشان بيغير القدر اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين وعايزك كمان يا برج السرطان فضل وليست امر تسبح ربنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العزيم وتنزل تحت تكتبهم في الكومنتات بنية قضاء حاجتك بص يا برج السرطان انت عندك دوامة وعندك حيرة وهو باين قدامي على المكشوف عندك دوامة وعندك حيرة وعندك بعض العرقيل في بعض المواضيع اللي مضيقاك ومحيراك ده مش كده وبس كمان ده انت عندك وقف حال في كذا حاجة مزعلاك من نفسك اول حاجة يا برج السرطان طيبة قلبك مبوزالك حياتك ده مش كده وبس كمان حتى علاقاتك يعني كان عندك علاقة مع برج العقرب وحصل انفصال وبينك وما بينه النفور وحاسس ان انت مأزي انت حاسس ان انت مش طبيعي حاسس ان فيك حاجة غلط بس مش عارف ايه هي حتى شريك حياتك يا برج السرطان بينك وما بينه النفور يعني ايه يعني تتلقى اما بتلاقيه مهمل معاك مش مديك حقك لا اما مديق عليك لا اما خنقك تعبك مديقك حاسس بالوحدة وحاسس ان انت لوحدك وان انت عايش في كوكب غير الكوكب اللي عايش فيه الناس عايز اقولك ان انت هتحقق امنياتك وهتحقق حلم ليك فترة كبيرة جدا بتسعى لشان تحققه شايفة كمان انه ممكن يكون عندك رجوع في الايام اللي جاية عندك حد توفى عم وام واخت الله اعلم حد توفى عزيز على قلبك والحد ده كان روحك فيه وحاسس انه اول ما توفى حسيت ان نفسك تسدد عن حاجات كتيرة جدا وتصدمت صدمة كبيرة عندك امور فيها تفاؤل في حياتك اللي جاية انت بقالك اكتر من سنة اقالك اكتر من مدة كبيرة بتعافر وبتجاهد علشان توصل لحلمك وتوصل لهدفك حاسس انه ما فيش حاجة جديدة في حياتك وحياتك ماشية بطيئ وما فيش اي اجتمال بالعكس عندك هنا تغيير جزري شايفة كمان ان عندك فرحة في ارض بيتك كان عندك علاقة مع برج الميزان وانفصلته عن بعض وممكن الايام اللي جاية يكون فيه رجوع علشان شايفة لك لم شامل في حياتك القادمة باذن الله انت حاسس بالوحدة وحاسس ان انت لوحدك في حاجات مضيقك وخنقك سمعت كلام دايقك زعلك خنقك حاسس ان انت لوحدك بس باذن الله هتكون متقلق الايام اللي جاية وربنا هيفتحها عليك وهيوسع رزقك بلاش يا برج السرطان تقول انت مظلوم بالعكس انت على قد زرم اللي انت فيه والديق والخنقه على قد الفرج اللي هيكون في حياتك الايام اللي جاية مع الاسف يا برج السرطان حاسسك قليل مع المقربين الايام اللي فاتت دي حصلت معاك حاجة خلت نفسيتك وحشة وخلت عندك بعض الامور متلغبطة وبعض الامور فيها عراقية بس انا عايزة اكتنسى اللي فات كله وتبص اللي جاي بس اللي جاي كله خير ورزق وتفاقد لحياتك اللي جاي عايزة اقولك ان انت هيكون عندك سعادة باذن الله بس انت اللي مزعلك يا برج السرطان الديون اللي عليك الديون اللي عليك وكل ما تخبط على باب تلاقيه مقفول في وشة بتدعي ربنا كتير بتقول يا رب قرب لي البعيد وكرمني وارزقني واسع رزيه شايفة كمان ان انت عندك حب انت راميت الماضي ورا دهرك وده اجمل ما فيك يا برج السرطان لم لمت الماضي وراميته ورا دهرك وما بتبصش غير عن المستقبل بس مستقبلك اللي جاي فيه خير وفيه رز ده مش كده وبس كمان ده انت هتطلع من الدي اللي انت فيه وهتطلع من الخناء بالك مشغول بمستقبلك جدا البال مشغول عندك بالمستقبل جدا شايفة كمان ان انت كان عندك علاقة مع برج الجدي وحصلت مشاكل وحصلت توتر والعلاقة مش عارف انت تعمل فيها ايه انت الايام دي بس من كتر العصبية اللي جواك والضغط النفسي بقيت عصبي جدا اليومين دول عصبي بطريقة رهيبة برج الميزان انت ما كنتش كده لا الايام دي بالذات انت بقيت حساس اوي بقيت عصبي بتفكر في حاجات كتيرة جدا مديقاك ومخنقاك وعملالك طاقت توتر لعلاج السحر المرشوش المأقول المشروب علاج القارين علاج العين تريد لأول تعليق هتلاقوا لينك في قناة اختي ادخلوا واستفيدوا من فيديوهاتها بجد وعملوا الوصفات بتاعتها وان شاء الله بإذن الله كل الاعمال اللي عليكم تدفل بص يا برج السرطان اجمل ما فيك ان انت دايما بتحط هدف قدامك ما بتمشيش والسلام بتحط هدف قدامك بتحط خطة قدامك وتعرف تشتغل عليها صح مظلوم من برج مظلوم انت يا برج السرطان من كذا برج معاك في حياتك راجل السرطان زرم برج التور راجل السرطان زرم برج التور فتاة السرطان انت اجمل ما فيك ان انت متقلق في حياتك عندك دعوة حلوة الايام اللي جاية عن حياتك احنا قلنا ان انت انفصلت عن برج العقرب وده كان خير لك بسبب سحر وان شاء الله بإذن الله يكون فيه لمشا من الايام اللي جاية شايفة كمان ان انت فيه هنا جيش وراك عايز يأذيك يعني فيه ناس كتيرة جدا عايزة تأذيك ناس كتيرة جدا مش وراها حاجة غير ان هي توقف حالك وتأذيك حياتك ماشية مستقيم ما بتحبش انت تفعل اي حاجة ممكن تدايقك بس انت دايما بتعاني من المشاكل بتاعة الحسد وبتاعة السحر فيه كمان شوية نصايح في حياتك الايام اللي جاية هيدخلوا حياتك بالخير وبالرزل ده مش كده وبس كمان ده انت هتنتصر على الاعداء وهتاخد حقك منهم علشان هم ظلموك وقصروا نفسك شايفة ان فيه حد مقرب لحياتك اخت اخ دول ظلموك وعملولك جرح كبيل وشايفة ان يحاسس ان انت كل الناس جاي على برج السرطان رغم ان برج السرطان الايام اللي جاي هيكون متقلق وهيثبت وجوده بنفسه والله المستعان يا برج السرطان بص يا برج السرطان عندك هنا تاني حاجة في حياتك الايام اللي جاي هيكون عندك استجابة لبعض المواضيع في حياتك انا مش عايزة حسدك ان انت هتكون متقلقة حياتك هتمشي مثل الخير والفرحة والرزل هتكون شامعة ممكن تحرق اي حد لو تدخل حد تدخلك في حياتك انت ماشي على طريق مستقيم ماشي على الارض وبتقولي ارض انا ماشي في حالي مش عايز اي مشاكل بس بتلاقي المشاكل جايالك من تحت الارض ما تعرفش جايالك من ايه طالب طلب من حد وان شاء الله باذن الله الحد ده مش هيغزلك عندك لم شامل مع برج الاسد الايام اللي جاي وهيبقى فيه تغييرات في بعض حياتك انت الايام دي يا برج السرطان عندك اليومين دول انت في حاجات مستحملها محدش يستحملها يعني انت مستحمل ضغط نفسي مستحمل قصرة قلب مستحمل طعن وغدر وحاجات كتيرة جدا مستحملها محدش يستحملها الايام دي قولي حد جابلك هدية ولا لسه انا المرة اللي فاتت شفتلك انه في حد هيجيبلك هدية يا هل ترى الهدية جاتلك ولا لسه عموما الهدية الايام دي لو لسه ما جاتلكش فاقية هتيجيلك ان شاء الله باذن الله شايفة كمان ان الحكمية الحزن اللي انت فيها دي باذن الله تطلع منها بفضل ربنا الجروح اللي في قلبك دي كل ده موجرد وقت كل حاجة ليها وقت معيم برج الاسد خانك وظلمك وعملك بعض المشاكل بس ما تقلقش مفيش حاجة بتدوم يا برج السرطان كما تدين وتدين واللي ظلمك مسيره يتظلم واللي خانك مسيره يتخان فانت كده حياتك هتمشي مثل الفرح ومثل السعادة بس انت دايما نخلي عندك يقين بالله ان ربنا هينصرك وهيوسع رزقك وبلاش ان انت تبقى بالك مشغول بحاجات كتيرة جدا ملهاش اي اكتمالات في اي حاجة تخص حياتك ركز بس على هدفك وركز جدا على مستقبلك وارمي كل الحاجات دي وراء ظهرك الايام اللي جاية برج السرطان انت هتكون متقلق بنفسك وهيكون عندك حظ حلو هيغير من نفسيتك بالكامل باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى شايفة كمان يا برج السرطان ان انت هيكون عندك حاجة مهمة جدا هتعملها الايام اللي جاية وهتعود عليك بالخير وبالسعادة وبالفرحة ومش كده وبس كمان ده بالانطلاقات الجديدة اللي هتدخل على حياتك باذن الله عايز اقولك يا برج السرطان بسبب الدعوات اللي في حياتك وبسبب الخير اللي انت كنت بتزرعه الايام اللي فاتت هتقف على ارض صلبة باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى وهترجع محبة الناس ليك وهترجع متقلق وواقف وثابت ومش كده وبس كمان يا برج السرطان ده هم هيرجعوا لك متدايقين وهيرجعوا لك يتأسفوا لك وقولك احنا اسفين فانت عندك تقدم الايام اللي جاية وهتحقق حلمك باذن الله وفي امور كتير جدا هتكون بسيطة في حياتك وهتحسن من نفسك بفضل ربنا سبحان الله وتعالى علشان فيه دعوات مستجابة لحياتك فيه ناس بتحاول هي بتشجعك جدا على النجاح بس فيه ناس بمات قعدلك في حياتك مرهمش حاجة غير في اللي رايح واللي جاية انت عندك وجع يا برج السرطان قلم في جسمك قلم في جسمك غير طبيعية مش كده وبس كمان ده حتى قلبك موجوع يعني فيه قسرة قلبك تعب النفس ده انت حس ان انت ما بتخلص منه فيه شوية تعراقيل الايام اللي جاية دول هيظهروا قدامك كده من خلال واحدة ست وانت يعني هتعديها ما تقلقش المواضيع دي كلها سهلة بالنسبة لك عشان انت عديت حاجات كتيرة جدا كان في شغلك شوية اعداء بيوقفلك على الوحدة غيرانين منك حقدين عليك فيه حد اكبر منك سن حد اكبر منك سري حد ده حطك في باله وبيحاول ان هو يوقعك في شر اعمالك فياريت تاخد بالك وتاخد حذرك من حياتك الايام اللي جاية العين القوية دي صايباك صايباك يا برج السرطان كان عندك علاقة مع برج الحمل ويعني حصل في بعض العراقين وان شاء الله بإذن الله هيكون خير بفضل ربنا انت بابك اليومين اللي فات دق دق بعريس او فيه ضيوف جات لكم صح الكلام ده ولا مصح يا برج السرطان كان فيه عريس على الباب او فيه حد عرض عليكم حاجة معينة في حياتكم فخلوا بالكم عندك هناك تحسن في حياتك بالكامل بإذن الله والسحر اللي انت فيه ده هيتفك بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى شايفة كمان ان انت هنا فيه حاجة كسراك فيه حاجة كسراك فيه طعم في ظهرك واخدها سطحاك يعني انت مكسور وحس ان انت عندك وقف حال خلي بالك انت عندك فرصة الايام اللي جاية هتتعرف فيها على ناس جديدة هتتعرف على حد جديد انت هنا بتشتكي من معدتك تعب غير طبيعي مستني عندك كمية انتظار وطاقة فرغ طاقة الانتظار ده منتظر الزرية الصالحة منتظر الرجوع منتظر حل المشاكل الله اعلم بس انت هنا عندك حل البعض المواضية ومش كده وبس ده انت حياتك المادية تبدأ تتحسن باذن الله علشان هتدخل مكاسب حلوة في فضل ربنا سبحانه الله وتعالى عندك برج الاسد وبرج الجدي دول من المقربين ليك واللي بيكرهوه لك بيكرهوك ومش حابينك تكون مبسوط ابدا دايما بيتكلموا عليك ويحكدوا عليك فعايزات تخلي بالك كويس جدا من نفسك عشان انت الايام اللي جاية دي هيكون عندك انتصار وطول ما حياتك فيها انتصار هيكون فيه غيرة وحكم شايفة لك ان انت حوالك من 3 سنين او 4 سنين حس انه ما فيش حاجة جديدة في حياتك ده كله بمجرد وقت كل حاجة هتتحلي يا برك السرطان شايفة كمان ان انت هنا هتدخلك علاقة جديدة في حياتك العلاقة دي هتتحسن لك امورك باذن الله وهتغير من نفسيتك وهتفك القرب الديق والخانقة اللي انت فيها انت حس ان انت امورك عاطلة ده كلها بمجرد وقت عندك مرات اخي مرات عم مرات خال الست دي مش حبالك الخير ومش حبا تكون مبسوط واحدة ست وبناتها بيحكدوا عليك وعايزين يأذوك واحدة منقبة عاملة صديقة وهي مش صديقة فيخلي بالك هيبقى في بعض الكلام عندك في حياتك حاول ان انت توازن امورك مع بعض الاشخاص حلمك قريب منه وبين ايدك بس انت حاول ان انت تصمم عليه طول ما انت مصمم على حلمك هتوصل بإذن الله نجمك خفيف يا برج السرطان نجمك خفيف فحاول ان انت تداري شوية عن حياتك علشان تتحسن عشان طول ما انت عملت تتكلم مفيش اي اكتمال هيدخل حياتك فانت حاول تكتم شوية علشان تداري يعني حاول تداري فرحتك شوية حاول تداري فرحتك شوية علشان خاطر حياتك فيها تحسن الايام اللي جايب انت منتظر هنا بعض الامور في حياتك الحاجات اللي انت منتظرها دي ما تقلقش منها علشان هتحصل بإذن الله فيه فرصة جديدة جايالك الفرصة الجديدة دي هتغير من نفسيتك وهتدخل على حياتك وفيه شغلانة حلوة هتجيلك الشغلانة دي يا برج السرطان هتدخلك زيادة في الدخل ممكن تسد بعض الديون اللي عليك بس بلاش لما حد يرجعلك من الماضي تسامح بسرعة يعني ما بلاش تسامح بسرعة يا برج السرطان فيه الايام اللي جاية دي خلي بالك فيها يبقى فيه اتصال بحد هيتصل بيك فيه حد هيتصل بيك الايام اللي جاية انت عندك كم حاجة كده في حياتك مش فهمهم فيه كذا حاجة انت مش فهمهم ولا عارف تعمل فيهم ايه الحيرة اللي انت فيها دي هتطلع منها بإذن الله علشان خاطر حياتك اللي جاية كلها تقدم وكلها خير في خير بإذن الله عندك حرف الالف حرف الباء حرف الجيم حرف الدار حرف الواو حرف السين حرف الحق الحروف دي في حياتك وقع عليك ظلم منهم وخيانات انت عندك دايما بتدور على الامان والراحة وعلى الرزق الفترة اللي جاية دي هتكون فيها امان ليك وفيها راحة وفيها تغيير جزري لحياتك بالكامل انت دايما محتاج شعور بالاكتفاء العاطفي دايما محتاج دايما بحياتك العاطفية فيها عراقين عندك اتصال من شخص في حياتك الشخص ده في اسمه من اسمه ثلاث حروف بس يعني الشخص ده من اسمه ثلاث حروف ممكن يكون علي ممكن يكون حد كده في اسمه اربع حروف او ثلاث حروف فقط لغاية لثلاثة لأربع الحد ده هيتصل بيك الايام اللي جاية وخلي بالك الاتصال ده انت كنت منتظره بآلك مدة بص بقى الجديد عندك وتغيير مشاعرك ومشاء الله عليك يا بورك السرطان عايز اقولك كمان ان انت هيكون عندك لقاء عاطفي اللقاء العاطفي ده هيكون حلو هيغير تخطيطك وهيغير تفكيرك وهتتفاجأ مع الشخص اللي هو ممكن يكون من الابراج النارية او شخص كده بيحمل طاقة نارية فياريت تخلي بالك منه علشان خاطر لو رجعلك يبقى انت هيه تمام ودنيتك متزبطة فيه كمان انت فيه شخص بتحب تتكلم معه الشخص ده مجرد ما بتتكلم معه بتحس براحة نفسية وبتحس ان انت منجزبله جدا الشخص ده انت كده بتلاقيه دايما بيهتم بنفسه بيهتم بقى نكته وبشيكته الشخص ده ممكن يكون من برج الجدي ممكن يكون من برج الجوزاء الحوت او الميزان الشخص ده انت بتحب تتكلم معه وبتلاقي راحتك معاه فيه كمان انت كان عندك صديقة او صديق او حد مقرب حد مقرب في حياتي ليكم مدة انفصلته عن بعض وكل واحد بقى الحال الايام اللي جايه هيدخل حد في حياتك علشان الامر هينور طريقك وهيبقى فيه صلح بينك وما بينه شايفة كمان انه فيه شخص بيحاول يكلمك او بيحاول ان هو ابعت ناس عشان تكلمك او بيبعت لك مرسيل وانت منفض ومكبر دماغك انت الفترة دي حاسس ان انت مش عارف تعمل ايه ولا عارف تاخد تمشي خطوة ازاي بقيت حابب العزلة جدا وبدأت تقطع علاقاتك باي حد وبقيت تكون لوحدك ومش عايز اي حد يدخل حياتك الامور عندك بتبدأ تتحسن واحدة واحدة يعني خلال الاسبوع اللي جاي خصوصا الامور المعلقة في حياتك دي هتتخلص الورق اللي انت في حياتك ده هيخلص اذا كان ورق طبيق ورق كشف ورق محكمة ورق سفر زي ما يكون دايما عندك حزن وكآبة الحزن والاكتئابة دي مسكينك بحاجة غير طبيعية كل ما تتخلص منها بتلاقي نفسك انت فيها فيها حاول تكتم الحاجة اللي هتفرحك وما تتكلمش عنها كتير اكتم الحاجة اللي هتفرحك وما تتكلمش عنها كتير عندك طاقة احلام وقوابيس يا بورك السرطان طاقة احلام وقوابيس بتحلم بتعبين وبتحلم بوشوش مش عارف هي ايه بتحلم بحاجات انت مش عارف تعمل فيها ايه يعني انت بتحلم بكذا حاجة مضيقاك ومنرفزاك بس عايز اقولك ان انت بداياتك كلها هتكون جديدة وحاول ان انت تكتم الحاجة الحلوة علشان خاطر حدش حبيب لك الخير شايفة كمان ان انت من فترة طلعت ناس من حياتك من فترة انت طلعت ناس من حياتك وقلت بس خلاص اسطب كده كفاية بق كفاية ازيتوني وظلمتوني الايام دي انت هديحصل معاك موضوع مهم وهتاخد بعض الكرارات المهمة اللي في حياتك هتاخد بعض الكرارات اللي في حياتك دايما اقول لك خد بالك من العين خد بالك انه فيه ناس مستفزة فيه ناس بتحب المشاكل فيه ناس مش كويسة عايزة توقعك في شر اعمالك ودينة بقررها لك تاني فلازم تخلي بالك من نفسك كويس جدا يا برج السرطان علشان انت دايما معرض للحسن دايما معرض للحسن فيه ناس بترقبك من بعيد انت مشكلتك يا برج السرطان ان انت الفترة دي على قد الهدوء اللي انت فيه على قد كمية الضغط النفسي اللي انت فيه بس محدش حاسس بيك محدش حاسس بيك كلهم بيحكموا عليك بحاجات من برا فتاة السرطان دايما مهمومة دايما شايلة مسئولية كبيرة لدرجة ان هي تعبت وخلاص ما بقتش قادرة تستحمل هي قدها وقدود بس تعبت وكل شخص ليه ليه حاجة معينة بيه خلاص يعني انت دايما متقلق في حياتك دايما بتبصر قدامه بتبصر لورا عايز اقول لك ان اخر الشهر الايام اللي جاية دي اخر الشهر لا لازم انت تدي فترة لنفسك لازم ترتاح وتريح جسدك يعني انت لازم ترتاح يا برج السرطان هتفضل لحد امتى شاي للحمل وشاي للمسئولية لوحدك لازم ترتاح شوي علشان خاطر ما تحسش ببعض اللغبطة في حياتك وبعض العراقين لازم تحذر ولازم تخلي بالك ولو فيه قرار يتوجب عليك تاخده بلاش تاخده الايام دي علشان انت عصبيتك مدايقاك عصبيتك مخلياك انت مش طايق نفسك فعايزاك تخلي بالك من اخر اسبوع في الشهر علشان الشهر كله هيكون خير ليك بس عايزاك تخلي بالك علشان خاطر لو حصل موضوع او مواجهة بينك وما بين حد تبقى عارف تعمل مع الاخرين ازاي انت العصبية دي مدايقاك وتعباك ومخلياك خلاص عندك حد مسجون او حد تعبان من اطفالك الحد اللي تعبان او المسجون ده انت بالك مشغول بجدا ودايما بتدعيله ودايما بتحاول تعمل اي حاجة تفرحه شايفة كمان ان انت هنا التعب اللي انت فيه ده بدأت تتحسن من نفسك وبدأت تشتغل على نفسك انت يا برج السرطان دمعتك قريبة منك جدا دمعتك قريبة جدا لسه من كام يوم كان فيه مشكلة بينك وما بين الاهل بينك وما بين حد مقرب لحياتك وازعلت لدرق ان انت قفلت بابك على نفسك وفضلت تطعيت وبتقول يا ربي انا بيحصل معايا كده ليه شايفة كمان ان انت عندك استخار الايام اللي جاية هتكون استخارة خير ده مش كده وبس كمان يا برج السرطان ده انت عندك بشرة خير وعندك مولود جديد وعندك انطلاقة جديدة بسم الله ما شاء الله وحتى الندر اللي عليك هتوفي بيه طب الندر اللي عليك ده هتوفي بيه ازاي بالخير اللي هيقدمه لك ربنا باذن الله ده عندك كمان دعوة مستجابة ربنا يعني حياتك كلها فيها تحسن انت مستني ايه تاني انت بس محتاج ربنا يبعد عنك السحرين والمنفقين والخادعين والناس اللي هي بوشوش علشان خاطر الناس دي مش سايباك في حالها بسم الله ما شاء الله كمان شايفة كمان ان انت هيكون عندك طبل وفرح الايام اللي جاية الطبل والفرح ده غنى يعني انت هيكون عندك مناسبة انت حلوة لا اما هيكون عند حد من حياتك باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى انت بتحاول الايام تستغفر ربنا كتير وبتحاول تقرب من ربنا الايام دي عندك حد ظالم نفسه بنفسه حد ظالم نفسه بنفسه او انت ظلمت نفسك بنفسك يا برج السرطان وظلمت نفسك في مع ناس ما تيستهلش اصلا انهم هم كانوا يفضلوا في حياتك بس حاولت يكون عندك يقين ان حياتك اللي جاية تتحسن وبالفعل حياتك اللي جاية تتحسن بس انت لو مهموم او حاسس بالخمول والكسر حاول تغير من نفسيتك حاول تطلع من اللي انت فيه علشان تستفاد من التقلقات والحاجات الحديثة اللي في حياتك باذن الله شايفالك كمان يا برج السرطان عودة غايب بقاله مدة بعيدة عنك عودة غايب بقاله مدة بعيدة عنك من الشخص اللي بعيد عنك وعندك لهفة واشتياء لقلبك يعني انت مشتقل عايزك تاخد بالك كويس جدا من المشاكل اللي انت تتحط فيها من واحدة ستة لأيام اللي جاية انت هتطلع منها بس هتعلمك ازاي تاخد بالك بعد كده من اشخاص حواليك انت قلبك بيط انت قلبك مط انت قلبك فيه خير لسه انت قلبك حلو وبتحب الاخرين بس النغزة اللي بتجيلك من غير طاع غير اي حاجة دي متعباك عندك نغزة بقلبك وبتعاني منها بقالك مدة بقالك فترة كبيرة حس ان انت حياتك عاطلة اعصابك تعبانة زي ما قلتلك فانت حاول تطلع من اللي انت في ده عندك تحسن الايام اللي جاية انت محتاج دكتور نفساني محتاج حد تزوره فخلي بالك يا برج السرطان من الفترة القادمة لحياتك عشان الفترة القادمة لحياتك كل العراقيل دي هتبدأ تتحسن وهتبدأ تبصن نفسك بإذن الله في مفتاح عندك يا برج السرطان في مفتاح عندك فاخد حذرك واحد اتنين تلاتة تلات خطوات بالزبط وهتلاقي المفتاح لحل مشاكلك اللي انت بقالك مدة مستني انت في عندك امور عاقلة ده كمان حتى القارين مش سايبك في حالك القارين عمل لك مشاكل وشايفة كمان يا برج السرطان ان انت عندك لمسة عاشقة لمسة جنية لمسة ده بيجي لك احساس بالاكتئابة وبالحزن لوحدك من غير اي سبب بتطلع من البيت مبسوط ومرتاح بترجع البيت حاسس بالمشاكل والتعب الايام دي انت ملتزم الصم قاعد ساكت بطريقة رهيبة انت اليومين دول خدت موقف من حد في حد حصلت منه حاجة زعالتك وخليتك تقعد لوحدك وما تتكلمش مع حد ولا حد يتكلم معاك انت دايما بتبقى عارف انت بتعمل ايه عايزك في حد عندك بيطبل لك على الفاضي وعالمليان الحد اللي بيطبل لك على الفاضي وعالمليان انت خلي بالك منه ده مش كويس ده اصلا انسان خبيث انسان خبيط احذر من اي حاجة الحسد والعيون انت اللي جايبها لنفسك فلوسك دايما متبخرة فلوسك دايما متبخرة لو حاسس ان انت مخنوق او حاسس ان انت متضايق خلقلكو على الادعية اللي هي هتريح قلبك وهتريح بالك بتعاني دايما يا برج السرطان من قلم في الرجبة وصدع مستمرة الفلوس متبخرة ارهاق تعب كسل خمول كسل غير طبيعي لدرجة ان انت تعب وحاسس ان انت خلاص عايز تنفصل عن الجميع بلاش تكون عنيد وبلاش تمسك في الحاجة اللي بتوجعك قوي غير من نفسك انت الوحدة جواك تعباك حاسس ان انت مش عارف انت عايز ايه ولا انت فيك ايه بس انت بدأت تكون لوحدك ومش عايز حد يكلمك في مجازفات الايام اللي جايها تتخطاها باذن الله دايما بيحصل عكسات توقعاتك يعني بتبقى متوقع حاجة بيحصل عكسها السفر اللي قريب ده قريب منك قدامه كلها كام خطوة ويبقى السفر بين ايديك يا برج السرطان لو انت مستني السفر فالسفر جايلك ما تقلقش كده كده جايلك بلاش العصبية على الفاض وعالمليان وما تشغلش بالك بالناس اللي بتتكلم عليك علشان كلامهم ولا هيديك ولا هيعلي منك سيبك منهم وما تبصش وراك ابدا يا برج السرطان بالعكس كلامهم ليك ده بيخليك انت دايما حاس ان انت احسن منهم وده المطلوب العين دايما يا برج السرطان ما بتحبش تشوف اللي احسن منها وعلى قد الخزلان والتعب والارهاق والكل المشاكل اللي انت فيها دي كلها بمجرد وقت ما فيش حاجة بتدوم في الدنيا ابدا فانت خلي عندك يقين بالله علشان ربنا هو اللي قادر على كل شي وعايز اقول لك ان ربنا بيحبك جدا وهيديك الفرحة اللي انت مستنيها ده مش كده وبس كمان ده ممكن كمان يغير من نفسيتك بالكامل كلها كل حاجة يا برج السرطان لازم تتأكد ان هي وقت ما فيش حاجة بتاخد اكتر من وقتها كل حاجة بمجرد وقت بس انت حاول تخلص نفسك من اللي انت فيه وبلاش تحب زيادة عن اللزوم بلاش تحب زيادة عن اللزوم يعني اعمل حدود بينك وما بين الاشخاص عايز اقول لك الخلاف اللي بينك وما بين الشريك هيبقى فيه رضا الايام اللي جاية انت ليه خايف من المستقبل او يا برج السرطان عندك خوف وقلق وتوتر غير طبيعي من بعض الاشخاص اللي في حياتك عايز اقول لبرج السرطان قلبك ده بإذن الله الايام اللي جاية انت حس ان قلبك مش مرتاح حس ان قلبك مش مرتاح وبالفعل الايام دي انت للشخص اللي انت حس ان قلبك مش مرتاح له وحاس ان هو جواه حبت وكره ليك وبين العكس انت حساسك في محله الايام اللي جاية هتستلم حاجة معينة في حياتك وهتستثمرها وشايفة كمان ان هيبقى فيه موضوع هيحصل منك ردة فعلة غير متوقعة وكل الناس هتكون مبهورة بردك علشان مستحيل يكونوا فاكرين ان انت ده ردك من اسباب الحسد اللي انت فيها ان دايما بيقولك ايه ده ماشاء الله اللي شوفك ما يدكش سنك الكلام ده كله ده يدل على الحسد حاول ان انت دايما تخمس يعني ما تخمس في الشون بس دايما تحصل نفسك علشان خاطر فيه ناس كتيرة جدا ما بتحبش الناس تكون كويسة ومبسوطة عارف يا برج السرطان ان انت من اكتر الابراج اللي صبرت واستحملت وعدت وعفرت بس الايام اللي جاية شايلالك خروجك من الفرحة هتبقى خروج فرحة حلوة جدا في حياتك وهتطلع في رحلة حلوة باذن الله هيبدأ اليوم معاك براحة وبسعادة وهيبقى عندك شعور بالاتمناء في نفسك وهتتمكن من نفسك اكتر وهتطلع من الامور المعاكسة اللي في حياتك ده مش كده وبس كمان ده الاشهر اللي جاية دي هتديك الانطلاقات وهيبقى عندك فرحة انت مستنيها بقالك مدة بس خلي بالك واحذر كويس جدا جدا من كل الاشخاص اللي بيحكدوا عليك شايفة تمان انه فيه اعراض بدأت تظهر في صحتك انت مش عارف جيالك منين او العراض دي فيها ايه انت بس مأثر اليومين دول يا برج السرطان في عبادة ربنا مأثر وعلشان كده بتحس بخنق او ديء في السد وتوتر وارهاق وتعب قرب من ربنا ربنا هيديك وهيسعدك يا برج السرطان ده مش كده وبس كمان يا برج السرطان ده انت اليومين الجايين هتعيد حساباتك وهتعرف كل شخص عايز منك ايه في حياته وداخل حياتك ليه يعني انت هترجع تعيد حساباتك تاني من جديد وكل المشاكل اللي انت فيها دي بمجرد وقته هتتحل فيه مفاجأة جيالك وديني برجع اقررها لك تاني المفاجأة دي حلوة جدا 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 هتدخل حياتك بالفترة السعيدة وبتحسين الوضع المادي الصعاطفي شوف الوضع اللي عندك هيتحسن بإذن الله وهيبقى عندك امور حلوة جدا بفضل ربنا بداية جديدة حب جديد فيه حاجة جديدة ربنا شايلها لك هيتدهالك بإذن الله ابعد عن العند بلاش تعاني الصعر بلاش تعاني بلاش ان انت تشع تخلي دايما عندك شعور بالوحدة وبالامور المعاكسة هيجي لك حد من الماضي الايام اللي جاية وهيخبط على بابك والقرار هيكون قرارا حاول تسيطر على المشروع اللي انت فيه علشان خاطر ينجع واحذر من الخسائر مع الاشخاص التانية العلاقة السامة الطرف التالت اللي كان بيتدخل في حياتك والعلاقة السامة دي عملولك قصرة قلب خلي بالك ان ما فيش حاجة هتنفع غير صحتك الايام اللي جاية دي هتكون فيها بداية وفيها سعادة وهتنتقل من مكان جديد لمكان جديد ممكن تنتقل بصحة جيدة او جواز جديد بإذن الله برج السرطان وانت مستني البشرة الخير امورك اليومين دول حاسس بالحيرة والتوتر وحاس ان هي فترة صعبة فيها بعض المشاكل انتبه كويس جدا لأحلامك وتحقيق هدفك وارمي كل المشاكل دي وراء ظهر لملمها وارميها وبص الايام اللي جاية الايام اللي جاية شايلالة خير عندك اشارة حلوة مقابلة حلوة تغيير حلو تغيير تليفون شراء تليفون شراء شقة شراء بيت بإذن الله الانطلاقات والفرحة كلها لحياتك يا برج السرطان ما تنساش اللايك اشتركوا في القناة